موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام طابرت وقاتكم بكل خير أهلا وسهلا بكم في برنامج الحكم الذي يأتيكم دائما بعد نهاية كل جولة لدوري النجوم قطر مساك الله بالخير ونرحب فيكم دائما في برنامج الحكم وأيضا مع ضيوفي الكرام الكابتن جمعة العلي والكابتن جاسم مندي محللين قنوات الدوري والكاس والبرنامج الحكم مساك الله بالخير يا أبو عبد الرحمن مساك الله بالخير بلال وحيا الله أبو محمد الحكم القدير جمعة العلي اللي حقيقة أنا مريق معاه في 88 89 ما شاء الله عليك نعم يحكم وهو في عنفوان أداءه وتحياتي حقيقة لأبو فهد لأنه في القاهرة من القحطاني عبد الله القحطاني آه الله يمصي بالخير بمحمد مستك الله بالخير أهلا وسهلا فيك الله يحييك يا أبو بلال وسعيد بتواجدي مع أستاذنا أبو عبد الرحمن وحيا المشاهدين الكرام وشكرا على الاستضافة يا مرحبا أهلا وسهلا إذن مشاهدين الكرام اليوم عندنا ست مباريات كالعادة في دوري نجوم قطر الموسم 2012-2013 ونهاية الجولة رغم 19 نذكر بأرقام وهواتف البرنامج لمن يريد أن يتصل ويتواصل معنا 4483-1787-4479-5840 أيضا موقع البرنامج في قناة الكاس الحكم دوت نت والموقع أيضا على التويتر الحكم 2013 ست مباريات مهمة جدا من خلال هذا الأسبوع أربعة حكام أجانب طاقم السويسي طاقم مجري وطاقم إيطالي وطاقم السويدي طبعا توزعت على حسب التعيين اللي جاء من قبل لجنة الحكام بالاتحاد القطري لكن قبل أن نتحدث عن الطواقم الأجانب أو نبدأ من خلال المرحلة الجولة 19 أي بما معناه العنوان أنه نهاية الدوري الحين باقي ثلاث أسابيع أربع حكام أجانب جو خلال الأسبوع هذا كيف تشوفك وانت تابعت الدوري القطري نعم أنا أحس أن في الأسبوع 19 ما قبل يمكن في بعض الحكام يعني بعض الأسابيع الأطقم كلها قطرية فأحنا تحدثنا في برنامج الحكام في قناتنا على أساس أنه صار هبوط شوية هبوط هبوط فيه في أداء بعض الحكام فهذا أعتقد أن لجنة الحكام استدعت بعض الحكام من برع يعني يعني أنا أتكلم عن خميس الكواري خميس المري بنجر الدوسري فهد جابر محمد سبيعي صح هو بس غابوا تماما يعني كثرت مكانة مباريات فدخلت لجنة الحكام في حكام من برع من أوروبا من دول مختلفة لأنه بدأ الحسم الاقتراب من النهائي والهبوط فبدأوا يعني على أساس أنه يعني الحكام القطريين المتواجدين قرار سليم يعني أنا أقول بس مولي هالدرجة يعني أنا أأتي ساعات بحكم واحد في أي أسبوع من الأسابيع وبعدين أي أربعة أسابيع هذه والله يعني في شيء عند جنة الحكام تراه لا نرى إحنا فأنا أعتقد أن لا ممكن أن تتراه سواء أنا أقول لك أزج بالتعامل أنا أقول لك أزج لأن الحكام القطريين في دوريهم أو الحكام في إيطاليا أو في إسبانيا أو في أي بلد من العالم لازم يحصل عندهم هبوط لازم هناك قرارات يعني مهما كأس العالم أنت الآن تجهز حق جميع المراحل هيحصل هبوط في كأس العالم ليش؟ لأن من تتعامل تعامل مع بشر تعامل مع أخطاء تعامل مع أساليب مختلفة أنا أقول إذا يعني لما إني الحسم في الأخير أنه عندنا مباريات فاصلة ولا عندنا حسم ولا عندنا إني لما نأتي بحكم حكم يشهد للساحل العالمية ممكن لكن أنا من جهة نظري أن أكتيب أربعة أطقم في الجولة 19 في حضم لحق بعض الحكام مثلاً اللي قلنا خميس الكواري أو خميس المري أو قلنا مثلاً بنجر بنجر الجوزري كلهم يعني يدرون مباراة وكلهم بيصير عندهم هبوط حتى لو رأيت حق السويدي الآن ريحت أو حق الإيطالي أو حق السويسري ترى في بلد عنده هبوط فالهبوط عام نعم ربما ما ينظرون نظرة ذات أنا قلت صراحة كنت تمنيت في اليوم الأسبوعين هذه الجايين أن يكون في طقهم شوي يخفون الضغط على الحكام حكامنا عمل مستوى اللي هو الدروب حتى لو تلاحظ في الأسبوع اللي قبل هذه صار عملية حتى اللعيب مقام يتقبلون قرارات الحكام الغطريين صارت عندك نوع من الرد تفعل شوي أنا ما أنظر إلى ريكشن لا لا بقولك شغلها ما أنظر إلى ريكشن اللي يغطينيان لا لا هي بقول شغلها لا لا مش اللاعبين أنت تحس حنا كحكام نحس بالحكم بالمباراة أنت تحس الحكم أو الحكام عندنا بالمجموعة الموجودة شوي تدرب حصل عندهم بطريقة أدام في التحكيم في الحكام نفسهم كل ياقة بدنية في الحكام حكام الموجودة القطريين كلهم ما نستثنى حد منهم أنا رايش كلهم حصل نوع يعني تكلم عن عبدالله بلوشي عبدالرحمن عبدو المجموعة كلهم حصل عبدالله و عبدالرحمن بتاعد شوي كان ضار عند إصابة أو اختبار فيه دبي لكن ببلال أنا أقولك الصراحة للأمانة كانوا محتاجين حق على ما نقول حنا بالخليج القرصة اللي حسسهم المسؤول القرصة كمستوى لا لا بقول الشغلة ببلال ما يصير لا يصير يصير أنت وقات تحس في الحكام أنا إذا أدي بولدي أقرصه لا يصير لازم تنبه أن تقول لي يا فلان ترى كنت عندك نوع من الهبط في المستوى مش كأداء كمستوى تتعامل مع حكم دولي هذا شيء من الناس اللي عنده طموع عنده طموع وما نحترف لا لا أنك أنت تنبه أنك أنت تعطي الحكم نوع من أنه هو يتكلم مثل الشخص اللي يتكلم لازم يأخذ نفس الفترة هذه يعتبرها نفس جديد حكي حكامنا القطريين مش كمستوى كنفس لهم يعني يردون يعني الجولة عشرين الجولة واحد وعشرين والجولة اثنين وعشرين سنشوف القطريين أفضل وراح كل كلامي هل يتكون سلبية أو إيجابية إيجابية أنا مع الإيجابية قد تكون بعد سلبية لأن أنت لأن لما تفرض حكام من دول مختلفة وأخطاءهم عبد محمد أخطاءهم موجودة الآن كنت تكلم عنها ما علي ما علي دخلني عقوب بعدين أنت لاحظ أنت لما تزج لما تشيل نخبة آسيوية أنت عندك نخبة آسيوية يعتمد عليهم الاتحاد الآسيوي أنا ما شلتم أنا أعطيتم راحة أنا أعطيتم فرصة أحياناً قد يكون سلب وقد يكون إيجاب هاي بالضعب أكيد أكيد خلينا تقبلها كالحقام خلينا تقبلها ونشوف مياه واستعدادنا من بارك الجاي إن شاء الله إن شاء الله بالعكس إن شاء الله نروح لتويتر هناك أكثر من رسالة علي كامل يقول لك السلام عليكم سؤالي لماذا لا يلعب السد في دوري أبطال آسيا لأن السد لم يفز العام الماضي بالدوري العام أو المركز الثاني أو في مصابقة كس الأمير سوف تغطون تصفيات كأس آسيا شكرا لك ولكبات تحية لك أخوي علي كامل تصفيات كأس آسيا لكأس العالم نعم أما كأس أمم آسيا لا تصفيات كأس آسيا لكبات تصفيات كأس آسيا اشتركوا في القناة